بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وأصلي وأسلم أبارك على عبده ورسوله ومصطفى سيدنا محمد صلواته ربي وسلامه عليه السلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته وأهلا ومرحبا بكم مع لقاء السابع مع فيض الإيمان أسأل ربي أن يرزقنا هداه وأن يمن علينا برضاه اللهم آمين العبرة بالخواتيم وإن شاء الله ختمها مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون نحن مرات نتعدل ومرات يطول علينا أمد الانتظار في حديث صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه عليه الصلاة والسلام إن العبدة لا يعمل بعمل أهل النار وهو من أهل الجنة ويعمل بعمل أهل الجنة وهو من أهل النار ثم قال صلى الله عليه وسلم الأعمال بالخواتيم والحديث رواه الإمام أحمد وغيره من حديث سهل ابن سعد وهذا الحديث دعوة لي ليس للنشاط في العبادة فقط إنما للنشاط في العبادة مع الاستمرار في العبادة مع الخوف من أن تزل القدم في آخر الطريق وأن نحسب وقتا مستقطعا نظن أننا سنتجاوز ولو ربما كان فيه حتفنا خرجت فيه أرواحنا وربما كان البعيد على معصية في وقت فترت فيه عزيمته عن طاعة الله تعالى فالحديث دعوة للاستمرار في الطاعة والعبادة والله تعالى حاشا أن يضيع ثواب أحدنا ولا يظلم ربك أحدا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا فمن يعمل مثقال ذرة قيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى والله تعالى كريم وله ألطاف من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون ولذلك في الحديث الصحيح أن نبيه صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بيّن ذلك من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة كتبها الله له عنده حسنة كاملة لم يعملها مجرد خاطر هم لم يرتقي لمرتبة العزم ولم يصل لمرتبة الفعل والتنفيذ إنما مجرد هم وهو من المراحل التي تسبق مراحل الفعل خاطر ثم هم وهو ميل القلب للفعل ثم عزم عزم القلب على الفعل ثم فعل تنفيذ ذلك الفعل فبمجرد أن تنطوي قلوبنا على محبة فعل الخير حسنة عمل صالح الله تعالى يكتب لكن لم يكتب الله لأن الملائكة لا تكتب ذلك العمل طب لما لأن الله تعالى قال وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون فالملائكة تكتب ما نتكلم به ما نفعله طيب ما يكون في قلوبنا في صدورنا ذلك السر المحبوس بين أضلاعنا يعلم من يعلم خائنة الأعين وما تغفر الصدور بجانب أن الكتابة نسبت إلى رب العالمين لتشريفها وللمزيد من نية عمل الخير من قبل العبد فالله تعالى كريم لا يظلم لا يضيع عملنا أبدا ولذلك في الحديث القدسي الصحيح أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ما ذكرني فإن ذكرني في نفسك ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملئ ذكرته في ملئ خير منهم وما تقرب إلي عبدي وإن تقرب إلي عبدي شبرا تقربت منه زراعة وإن تقرب مني زراعا تقربت منه باعة وإن أتاني يمشي أتيته هرولة فالله تعالى كريم لا يضيع أعمالنا ونظل نعمل ونستمر على العمل ومن صدق سيره إلى الله تعالى سبته الله على ما هو عليه من الخير يثبت الله الذين آمنوا بالقول السابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أي داوموا على الاستقامة وربنا الله ليس مجرد كلام اعتقاد مع القيام بمتطلبات مقتضيات الإيمان بالله تعالى تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعني طلب أحد الصحابة منه وصية قال قل آمنت بالله ثم استقم أي استقم على الإيمان بالله تعالى فالله تعالى لو علم منك صدق فرارك لا رزقك القرار والسبات على ما أنت عليه فمن صدق سيره إلى الله تعالى واتهد في عبادته لربه هنا رزقه الله تعالى حلاوة الإيمان بشرط أن يستقيم ورد في الأسر القدسي أن الله تعالى قال وعزتي وجلالي لا يكون عبد من عبيد على ما أحب أي من الطاعات مما يحب الله لا يكون عبد من عبيد على ما أحب ثم ينتقل أنتقلوا إلى ما أكره إلا أنتقلت له مما يحب إلى ما يكره ولا يكون عبد من عبيد على ما أكره على ما يغضب الله ثم ينتقل منه إلى ما أحب إلا أنتقلت له مما يكره إلى ما يحب فتأتي المعونة من الله ما دمت قد انتقلت وهذا الأسر دعوة أيضا تضاف للحديث الأول للاستمرار على عمل الخير وإن عجزنا عن فعله فلا أقل من أن نبيت النية لفعل ذلك الخير وذلك من حكم ابن عطاء الله السكندري أنه كان يردد ويقول من علامات النجح أي النجاح في النهايات الرجوع إلى الله في البدايات فمن أشرقت بدايته أشرقت نهايته أشرقت بدايته آه أي أشرقت بنور الله بطاعة الله هممت بأمر استخر الله تعالى استشر أصحاب العقول السديدة والرشيدة اعتمد على الله وخز بالأسباب وفوض الأمر لرب الأرباب سبحانه وتعالى ثم اعلم أن العبرة في الخواتيم وربما تتعرض لبعض المعرقلات تعترضك بعض السدود والمطبات ما دمت مؤمناً بالله تعالى حقاً راضياً بقضاء الله تعالى وقدره مداوماً على الطاعة لم تفتر عن الرجاء في رب الأرض والسماء فسق بنور قادم قريب سيقشع ذلك الظلام يزيل تلك الحدود يفك تلك القيود تتخطى به تلك السدود بشرط أن تكون واسقاً من نصر قادم قريب قال ربي فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى والتعسر المرض التعب الفقر عدم النجاح عدم التوفيق لا يعني نهاية العالم أدخل ألقي يوسف في السجن وألقي في البئر لما؟ ليخرج ليكون على خزائن الأرض موسى وهو رضيع ألقي في اليمن ليخرج ليتربى في بيته فرعون وليكون سبباً في زوال ملكه نواصل المسيرة مع العبرة بالخواتيم في اللقاء القادم القريب مع فيض الإيمان لا يسعني إلا أن أشكركم لحسن استماعكم وطيبي إجتي معكم أستودعكم الله السلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته نهاية العبورة